بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله وأهلاً وأسهلاً بكم بفيديو جديد من كورس الترجمة للي ما شايف الفيديوهات قبل ضرورة جداً يرجعي يشوفين ولازم تعرف عزيز المستمع أهم نقطة وأهم جملة بالترجمة هو أهم نقطة عندي بالترجمة هي المسج هي المينينج يعني أنا ما أريد أدور على الترجمة يعني الـ time أدأ ترجمة الوقت مباشرة ولكن بشكل عام أنا الهدف من الترجمة هو نقل المسج المينينج أريد idea أريد فكرة للجملة ولازم نراعي الاختلاف بين اللغتين ضروري جداً يا أخوان ضروري جداً نراعي الاختلاف بين اللغتين يعني كل لغة لها أنظمة وقواعد خاصة بيها وأكو أشياء تقديمها وتأخيرها ما يلعب دور خصوصاً اللغة العربية يعني أنا في المدرسة في المدرسة أنا ما 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 üng نستطيع أن أقول بالإنجليزي مثلاً بأي سريوتي لازم أقول I am in the school يعني مراهما طيب الان time is precious الوقت ثمين Precious معناها قدير بس هنا معناها الوقت ثمين حتى الTIME تجي مرات بمعنى الزمن ولكن هنا احنا ترجمناها الى الوقت ثمين لأن احنا نريد الميننج لم يكن بالإنجليزي time is precious الوقت ثمين بينما باللغة الإنجليزية لا يوجد في اللغة الإنجليزية The time is precious مكتوب time is precious بس إحنا من ترجمناها للغه العربية يقولنا الوقت ثمين لأن احنا دائما باللغة العربية ودائما دائما لازم تسأل نفسك سؤال كيف سنقولها باللغة الإنجليزية هذه الجملة يجب أن تفكر بها أنا من عنده جملة يريد ترجمها للعربي أفأسأل نفسي إحنا هيتش نقول بالعربي هيتش وقت 8 وقت الآن IT إنها الساعة الثامنة بعض الناس هي تترجمة بس هي الساعة الآن الثامنة الساعة الآن الثامنة هي تترجمة طيب It is a call today الطقس بارد اليوم أنا بالانجليزي ما عندي الطقس بالانجليزي ما عندي الطقس بس احنا بالانجليزي دائما نستخدم IT بس بالعربى إحنا ما نقول هي نقول الطقس عندي it is difficult to prevent this من الصعب تفادي هذا الآن كلمة it is إنه هو الغير العاقل difficult صعب prevent معناها يمنع بس هنا صار معناها it is difficult to prevent this يا أخوان هذه كلها تيجي بالممارسة وبالقراءة شقد ما تقدر تقرأ تشوف فيديوهات عن الترجمة راح تستفاد جدا طيب يقول جملة أخرى the book is in two parts الآن مكتوب بالعربية تألف الكتاب من جزئين هل يوجد هذا الشيء باللغة العربية تألف ما عندي بالإنجليزي يتألف the book is in two parts الآن باللغة الإنجليزية ها جنماتي ما عندي يتألف مكتوب the book is in two parts يعني شيري يدي يقول هو بالإنجليزي يدي يقول يا بترى هذا الكتاب هو جزئين فأني قلتها تمام يتألف هذا الكتاب من جزئين بالرغم منه أنه باللغة العربية أنا ما عندي يتألف يعني معقول أستاذ محمد هذا الشيء نعم معقولك نعم معقولك كانت الرحلة بطيئة the trip was a law كانت الرحلة بطيئة the trip was a law a law يعني بطيئة طيب the return trip was a law كانت رحلة العودة بطيئة لا تزال هناك بعض الكراسي يقول there are still a few seats الآن لو أجينا there are نحن نعرفه يوجد there are معناها يوجد بس إحنا ترجمناها لأنه لا يتزال هناك بعض الكراسي هنالك لا يزال لا ترهم حدة لا ترهم حدة دائما لازم نسأل إن في سنا سؤال ما نقول طيب طيب تاسعا a few seats are still available ما زالت توجد بعض الكراسي الشاغرة a few seats are still available طيب الآن يعني من قال لي a few seats are available a few seats are still available a few seats are still available ما زالت يوجد بعض الكراسي الشاغرة من الآن إلى العربية من الآن إلى العام من الآن إلى العام من الآن إلى العربية لأنه دائماً نريد المعنى دائماً ما تجده هناك دائماً ما يكون هناك دائماً نريد جملة بس دائماً نريد أجمل جملة يعني هو دائماً موجود هناك تحسها ضعيفة يا أخي تحسها ضعيفة فرح نقول دائماً ما تجده هناك هو ليس صديقي لا استرجمة هيتش ولكن الترجمة الحقيقية هي الترجمة الحقيقية لهذه الجملة أنه ليس صديقي لأنه دائماً بالعرب هيتش نقول أنه ليس صديقي طبعاً عندنا بعض الجمل الشائعة طبعاً لترجمة الوقت يا أخوان يعني بس أريد أقول لكم شغلة مهمة جداً بموضوع الترجمة وأني يعني إن شاء الله يعني زميلكم وليس أستاذكم ولا لا آخره من هذه الأمور يعني أنا شخصياً شخصياً دا تعلم ترجمة يوم بعد يوم كل ما ألقي خطاب باللغة الإنجليزية أحاول ترجمة للعربي كل ما عندي خطاب بالعربي حول الإنجليزي وأبقى شغال على هذا النظام أبقى شغال على هذا النظام دائماً وأبداً إشقد ما أقدر أشتغل على موضوع الترجمة وأترجم حتى لو خطأ ومن ألقي صديق ألي أسأل أقول له هيتش ليش ما نترجم هيتشي فدائماً خليك شغال على ترجمة لأن صدقني راح تستفاد جداً صدقني راح تستفاد بشكل كبير جداً